اشتركوا في القناة تفاصيل وبتحصد معها إنجازات محلية وعالمية وأرقام إياسية بكتاب جنس فلنتوحد للتوحد 2021 عنوان القضية الإنسانية الجديدة لضيفنا واللي رح تبدأ بفرنسا وتنتهي بإمارة موناكو لدعم ثلاث مراكز بتعنا بالتوحد وزوية الاحتياجات الخاصة لتوفير نظام الطاقة الشمسية لهالمراكز بيسعدني اليوم استقبل العداء الصحراء والعالمي علي وهبة أهلا وسهلا فيك بمريم تيفي صباح الخير شرفتنا بس قبل ما فوت معك بأي تفاصيل وعن المشروع يلي رح تقوموا فيه أو النشاط بعد في شي محال المراكز تصمر له؟ بس روسية بعد بس روسية فيه طبعا فيه أمل عم نحضر شي كمان بس كله بده وقته كله بده تحضير يعني أكيد لأنه مسيرتك الرياضية فيها إنجازات ونجاحات الله يوخلق ديمان بداية علي ركضت لأجل مرضى السرطان لدعم بنوك الدم مسافات طويلة ركضتها شو تدافع المحرك اللي خليك تقوم بهالعمل؟ أنا بالأساس ما كنت أنا مهندس اتصالات مستشار لأحد المؤسسات الدولية جيت لعيش بلبنان مع ولدتي تطلع عندها سرطان وتوفت بثمان أسابيع حزنت كتير ومعرفت شو بدي أعمل حولت الطاقة السلبية لطاقة إيجابية وقلت شو أصعب شي على وجه الأرض هو الأكستريم ريسيز لمسافات طويلة بمناخات جدا صعبة وربطتها مع أهداف إنسانية لمساعدة الجمعيات التانين ومن هون انطلقت وصرت كل سنة إركض بعدة مطارح ومع الوقت صارت الأهداف تكبر والمساعدات تكبر لحد ما وصلنا لليوم وخلقت جمعيتي اللي هي هناء من أجل عالم أفضل وهناء هو عفكرة اسم والدتي واسم بنتي وبنفس الوقت هو هنا يعني شو اسمه ومن ثلاث سنين بلشت ببرنامج اسمه Autism Together فلنا توحد للتوحد راكضنا الساحل اللبناني وفتنا موسوعة جنس لساعد تقريبا كذا جمعية سنت الماضي راكضت بالبرازيل كمان ضمن هيدا البرنامج ضمن حملة توعية كمان فلنا توحد للتوحد هيدا السنة هلأ لقدرنا كان عنا كذا برنامج إن كان بالإمارات ولا بقطر بس للأسف الكورونا ما خلتنا نمشي بالمشروع متل ما بدنا سو كررنا إنه 2021 حتكون Autism Together باريز إمارة موناكو ألف كيلو 23 ماراتون لمدة 15 نهار لثلاث جمعيات إن شاء الله إن شاء الله بس قبل ما فوت أكتر بالتفاصيل خلينا نروح شاوة للفيديو ونشوفه معكم وترجمة نانسي قناة чутьه من البدء شكرا طبعاً هالنشاط راح تقوم فيه برعية أميرة موناكو الأميرة شرلان وهو لدعم هالقضية الإنسانية نعم يعني أكيد فيه مشاركين من كل دول العالم بهال عندك أمل أنه بالفوز؟ هو منه هو نحن نشاط برنامج نحن خلقناه مش مشاركة عالمية يعني مش إنه سبا هو هيدا نشاط حنكون عم نركض لمدة 15 نهار هالمسافة حقر كده أنا كلياتنا مبدئياً عم نحضر نقدر نركض مع أشخاص زوية الحاجات الخاصة ولا التوحد لأنه الهدف مش إنه أعمل إنجاز أنا إنجازاتي وراي أنا الهدف الأساسي صلت إنساني صلت الضوء على أطفال التوحد وزوية الحاجات الخاصة صلت الضوء على المشاكل اللي عم بيواجهوها المدارس وزوية الحاجات الخاصة بلبنان لأنه هون بدي بدي أذكر عندنا 12 ألف ولد من زوية الحاجات الخاصة أما الإرادة الصلبة بلبنان قاعدين بالبيوت ما حدا عم يدعمهم لأنه الدولة ما بقى عم تدعم حدا هولي لازم نحن نوقف حدهم بحيلة طريقة وكل يوم حيكون عندنا مشاركات معدة جمعيات بكل المناطق الحنقطعة وأطفال حيكون عم يركضوا معي زوية الحاجات الخاصة ولا توحد على قد أنا حيركد مثلهم حيركدوا مثلي وحنكون سوا شي لنصلت الضوء وننبسط نحن وياهم مش الهدف إنه أركض وأعمل إنجازة مش مهم أنا ما بهمني بهمني قدر إدعم وصلت الضوء على هالهدف الإنساني طبعا هالهدف الإنساني أكيد في كتير أشخاص بيحبوا يكون عندهم تبرعات يعني بيحبوا يدعموا أو شي أكيد هلأ رح نشوف كمان فيديو صغير واللينك يلي بيقدروا عليه المواطنين أو المشاهدين يعني يتبرعوا لها دعم هالقضية الإنسانية يلي عم تقوم فيها علي بعد فيه شي تحديات بدك تعملها علا فلنتوحد للتوحد أما الأوتسيوم تجذر هلأ بأوروبا هيدا ستايدج وان المرحلة الأولى إن شاء الله هيدا أول مرة بقولها على الإعلام بس حبيت قولها لأنه من مريم تيفي ستايدج تول اللي هو حيكون بشهر أربعة حيكون موناكو سان بيادرو لروما وحنحاول إن شاء الله نلتقي بالبابا لأن نخبره شو عم نعمل وكمان ندعم ثلاث جمعيات بلبنان جمعية بموناكو جمعية بفرنسا بس قدي هالعمل الحلو هالعمل الإنساني قدي رح يفرح قلوب كتير أشخاص أو أطفال يعني هني بحاجة كمان مثل معرفنا أنه بتكون تقدموا هالمبلغ يلي رح تجمعوه يعني لشراء طاقة شمسية لا تقدروا يقدروا يقشعوا أو تقدروا يدوه هالمراكز فعن جد إن شاء الله يكون هالتبرع إن شاء الله نحنا محتاجين يعني نحنا اللي حنعملوا هلأ عملنا عدد دراسات لكذا كذا مدرسة حنساعدهم بالسولر سيستم بالطاقة الشمسية وحنعملهم كل الستاب وحنساعدهم يقدروا يدوه 24-24 يعني عم نحكي 3 مدارس 400 400 طفل مش بعدة مناطق بشهر 4 كمان حنتبنى كمان عدة مدارس ولا جمعيات وحسب احتياجاتهم وشو محتاجين أكتر كمان حنكون هالمبادرة يعني كل ما هتكبر كل ما هي نمشي أكتر هيكبر المشروع أكتر إن شاء الله صحي إن شاء الله نقدر يراد فينا نشوف اللينك يلي بيقدروا يتبرعوا له الأشخاص لمساعدة النشاط هو هواي نكتر www.autism-together.org وأكيدوا كمان الفيديو معو أكيد يلا هلا منشوفو أكيد علي بس بدي أرجع شوالة بدايات النشاطات يلي كنت تقوم فيها أكيد مش كل شخص بيقدر يركض أو كل شخص بيقدر يعمل تشانج بحياته أو شيء كيف يعني كيف بلشت تتمرن لأنه أنت متل ما قلت لي مش عن حدا مش حدا صغير يعني بلش أنا بالأساس كنت نصف محترف كرة سلة بفرنسا وكنت أعمل رياضة من زمان يعني ويعني الأساس مأسس رياضيا ومأسس على الاحتراف من هون الشي اللي بعمله أو بالأحرى اللي هلأ أنا عم بعمله واللي بلشت فيه هو 75% جسدي وخمسة وعشرين جسدي وخمسة وسبعين بالمية هو منتل وبتصمر عامل الوالدة هو اللي دفعني وخاصة هلأ الأطفال هو اللي بيدفعني تبوشمي إنه قدر كفي بهيدا الشي شو حالو علي يعني ياريت الوقت أكتر بيسمح لحتى نقدر هيك ناخد من كتير قصص قطعتها إن كان بالسحراء أو بكل المناطق بالعالم رح نرجع كمان شوف اللينك مرة جديدة لكل الأشخاص اللي حبين يتبرعوا لهالعمل الإنساني اللي عم بتقوم فيه مثل ما السماء ما إلى حدود الأحلام كمان ما إلى حدود بنهاية لقاءنا أنا بدورة بدي أتمنى لك إنك تحقق كل الأحلامك ويظل النجاح مرفقك وينما كنت بمسيرة حياتك الرياضية وحتى الحياتية كل صلواتنا ودعمنا لنجاح المشروع وتجميع أكبر عدد أو أكتر يعني قيمة كمية مساري لدعم هيدا المشروع هي أنا بس بدي أقول شي نحنا صح حطينا هدف ثلاث جمعيات بس كل ما من التبرعات بتزيد أكتر إذا صار عنا أكتر مساري عنا عنا الأربعة والخمسة والست يعني نحنا عنا حاطينا هداف عشر جمعيات بس هلأ لأنه بس في عنا المبلغ نقدر ندعم ثلاث جمعيات الهدف بس كل ما الناس بتتبرع أكتر كل ما فينا نساعد ناس أكتر أكيد إن شاء الله خير مشاهدينا كل حدا مننا عنده رسالة بده يقديها ولكن الأجمل أنه تكون مجبولة بالمحبة لتوصل لأهدفها أنا بدي أشكراك أهلا وسهلا فيك شكرا ماريام تي في أهلا وسهلا أنا بالدورة بدي أتمنى لكم بقية نهار حلوة تحية للجميع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة